بسم الله الرحمن الرحيم أمرنا بالتكبير في هذه الأيام فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن محمد العبدهم رسوله إمام العابدين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Liebe Geschwister, الله سبحانه وتعالى hat uns aufergeれた am Ende des Ramaban ihn als den Höchsten zu preisen indem er sagte auf das ihr die Anzahl vollendet also der Tag des Ramaban und Allah als den Trösten preist aufgrund dessen was er euch Recht geleitet hat und damit ihr dankbar werdet deswegen preisen wir Allah subhanahu wa ta'ala als den Größten der uns diesen Monat beschert hat und uns so lange gelebt leben ließ bis wir diesen Monat vollendet haben so preisen wir Allah als den Größten und bestätigen dass es keinen Gott gibt außer Allah und wir preisen Allah abermals als den Größten antlubin Allah subhanahu wa ta'ala أحبتي في الله ذهب رمضان وبقي رب رمضان وقد بيّن الله عز وجل لنا خطورة نقضي الطريق وعدم الاستمرار في السير إلى الله subhanahu wa ta'ala حيث قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَطَبَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكافا فمرأة امرأة كانت تتعب في غزل صوفها حتى تجعله خيوطا فإذا منتهت نقضته مرة أخرى وهكذا تتعب بلا فائدة نَسْأَوْلَهَا أَنْ لَا يَجْعَلَنَا مِنْ مَنْ يُبَيْعُ رَمضانا قَعْدَ رَمضان liebre booster اللّBar Mvänd büyَجْعَلَنَ رَمضانا ب croقل يحبن أُسْأَوْلَيَّرِيِّteilًّ أنت يحب إ ويهد إيه في عملية عبرين مغلقاً. فإن أميلاً تضرع سيحل هم اعطار بيه بالقبض، من خلال المنزل يحلون حضرع بيه، فإن سيحل هم مغلقاً، وعندها مغلقاً، فإن أميلاً عملية حلال، فإن سيحل الهدى عملية حدام، فإن أميلاً على عملية حدامة، الله سعجل لنا هذا التضرع فإن لا يحل لنا نحن الأمثل ونحن التسجيل لنا كل جديد بيجرم سيطرنا كل جيد ونحن نحن في سفره الله يجب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإلاه الحمد أحبتي ورمضان ليس نهاية الطريق بل هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك فليسأل كل واحد منا نفسه ما الذي سنأخذه من رمضان ما هي العبادة ما هو الخلق ما هي الطاعة التي ستستمر عليها بعد رمضان رمضان ليس لدينا رمضان ليس لدينا رمضان يبدأ في ميزة الله سبحانه وتعالى ط~~ overtime سュتسيج جنما تؤثر على ضرص، ��ل لو شخص يبدا بسم الله سبحان delivery رمضان ليس لو ليسوا د regularly من رمضان لو أن لدينا معظم شاهد لو أن الذي planchez ولين الديناع auf uns نفسك بنا rounding لا استعمال أهبت في الله فعلى بعض السلف سيروا إلى الله عروجاً ومكاسير أي حتى لو كان الإنسان أعرض لا يحسن المشي لمرض في رجله فسر إلى الله عز وجل ولو ببطء سيروا إلى الله عروجاً ومكاسير ولا تنتظر الصحة فإن انتظار الصحة بطالة أي لا ينبغي أن تنتظر الكمال فلن تصبح ملكاً لا في رمضان ولا بعد رمضان ولكن انتقل وسر إلى ربك سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قلت إذن شمست أين قد سلف زعتم وانت تنتظر إلى الله بطالة Aber das darf dich nicht daran hindern, dass du weiterhin gehst zu Allah سبحانه وتعالى. Denn Allah سبحانه وتعالى nimmt jeden auf. Also verliere dich die Hoffnung auf Reue. Allah zeigte dir im Ramadan, wie sehr du ihn anbeten kannst, wie sehr du Gottesdienste umsetzen kannst. Also such dir einige dieser Gottesdienste aus und setze sie weiterhin um nach Ramadan. Allah أكبر, Allah أكبر, Allah أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. Allah أكبر ولله الحمد. هذا يوم العيد. نبدأه بطاعة الله عز وجل. بالصلاة والتكبير. وبعد ذلك بالمحبة وصلة الأرحام. وهكذا هو الإسلام. طاعة الله في السرار والضرار. في الفرح والسرور. وكذلك في الأحزان. نسأل الله أن يفرج قربات المسلمين. فلنكن عباد الله في كل مجال. كما قال تعالى. يا أيها الذين آمنوا. ادخلوا في السلم كافة. أي ادخلوا إلى الإسلام. في جميع المجالات. ولا تختار أشياء. وتترك أشياء. يا أشياء. يا أشياء. يا أشياء. يا أشياء. وفلقه ومشارة المشاركة وهذا هو الاسلام هو البطارة على فعل فرحة وفرع فرحة وفرحة 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 ومسا يدين الله عز وجل في كل جديد ومساعد الله يقوله اتتت في الاسلام الاسلام هذا يبدو ان تتتتت تحديد أحبتي في الله وفي ختام هذه الخطبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا ونسأل الله أن يكتب لنا ثواب ليلة القدر ونسأل الله أن يبارك في كل من تصدق لهذا المسجد اللهم من تصدق لهذا المسجد اللهم ارحم موتاه واشف مرضاه وعافهم يا أرحم الراحمين واحفظ ذريته من بنينا وبنات وافتح لهم أبواف الرزق كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرأ بارك الله لكم وارك عليكم وجمعنا معكم في فر الدوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته